نروح مع حضراتكم للتشكيل المثالي للدوري الإنجليزي اللي كشفت عنه بي بي سي واتكلمت الحقيقة على التشكيل المثالي للجولة 26 من بطولة البريمير ليج بعد ما انتهت طبعا الجولة مبارح الحد شفنا مواجهات قوية جدا أهمها كانت ليفربول طبعا مع نورويتش سيتي وتسجيل محمد صلاح لهدف وبقاوة صدرت الهدفين دي حاجة أسعدتنا لكن كورا بيتهيق لي أن مطشين كانوا الأروع الأسبوع ده السيتي في مواجهة توتنهام والخسر طبعا مباراة في مواجهة كونتي بنتيجة 3-2 وريمونتادا ليتز يونايتد قدام منشستر وعودة منشستر قدام ليتز يونايتد المباراة اللي انتهت 4-2 لصالح اليونايتد وتشلسي طبعا قدام كريستل بلس حدث المارمى كانت لنجم حدث المارمى طبعا البرازيلي أليسن بيكر حدث مارمى ليفربول خط الدفاع هاري ماجوير من منشستر يونايتد أنتونيو روديجر من تشلسي كريس داوسن من ويستهام والوسط في بوكايو ساكا من أرسنل برونو فرناندز طبعا من المان يونايتد إيميل سميث رو من أرسنل وداين كولوزفيسكي من توتنهام والهجوم معهم صند هيونجمين من توتنهام وهاري كين توتنهام ومحمد صلاح نجمينة المصري طبعا في تشكيل المثالي لأسبوع الستة عشرين في الدوري الإنجليزي من صلاح نروح للنيني والحقيقة يمكن كان فيه كلام كتير جدا عن نيني وعلى استمراره مع الأرسنل من عدمه وكلام على عروض من تركيا وفيه بعض التقارير طبعا إحنا عندنا هنا في الحالات دي بتلاقي تقارير كتيرة جدا بتقولك النيني في الأهل المصري لكن الحقيقة يمكن كان فيه مفاوضات حقيقية حصلة بين إدارة الأرسنل وبين إدارة سيسكا موسكو في محاولة من سيسكا موسكو أن هم يحصلوا على خدمات النجم الدولي المصري محمد النيني ولكن للأسف وكيل أعمال النيني أعلن عن فشل الصفقة على الرغم من أن النيني يحق ليه الانتقال بالمجان مجانا التوقيع لأي نادي بالمجان في شهر يوليو اللي جاي ولكن الحقيقة زي ما قال وأكد وكيل محمد النيني في أوروبا أنه السبب في فشل الصفقة هو الأرسنل لأنه كان متمسك جدا باستمرار محمد النيني معاه لنهاية الموسم الحالي وأعتقد أنه ده ممكن يكون بداية إشارة لأنه النيني قد يستمر بشكل كبير في الأرسنل وأنا الحقيقة من صحوش يعني إذا كان عنده فرصة في البقاء في الأرسنل فليبقى النيني في الأرسنل وخصوصا بعد المردود الجاية جدا تكلم على لاعب في التشكيل الرسمية لبطولة أفريقيا والحقيقة أنا ما شفتش أنني أبدا أبدا لا مع الأرسنل ولا مع منتخب مصر بنفس حالة التواهج والتقلق اللي قدمها في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة ويستحق الحقيقة أنه بعد الوصول للحالة دي والتواهج ده أنه يكون مستمر بشكل أساسي مع الأرسنل في الفترة المقبلة طيب هنتكلم على مطش بكرة والأهم منه كمان أنا عارف أنه جماهي للنادي الأهلي بكرة هتبقى عينها وعقولها مع مباراة مصر المقصة لكن قلبها وتفكيرها وانشغالها كله هيكون رايحة على مباراة السبت طبعا مباراة القمة اللي هتجمع بين الأهلي وبين سانداونز هنتكلم على اتنين مع نجمينا النهاردة نجمع نادي الأهلي ونجمع رص المرمى في نادي الأهلي كابتن أمير عبد الحميد هيكون ضفنا فيه السادسة بس تسمحونا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبله مع حضراتكم